ايه زيكم عاملين النهاردة الفيديو بتاع تحضيرات الاسبوع لكل الحاجات اللي هنحتاجها في اللونش بوكس خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله زي ما قلت احنا هيبقى عندنا فطور وغدا فدي التحضيرات بقى اللي هتساعدني في ان انا اعمل الغدا بسهولة اول حاجة هبدأ بيها هو اني هحط دي ناجتس فراخ فراخ مش فراخ اللي هي مهروسة او كده لا دي فراخ فراخ فعجبتني قوي ان هي شكلها حلو وصحية في نفس الوقت وحاجة مضمونة يعني اول حاجة هعملها اني هحطها في الارفراير وهسيبها تستوي برضو بروحة هياخدت تقريبا 10 دقايق بكتير قوي كانت اوروبا ساعة على درجة حرارة 180 تاني حاجة هبدأ احضر فيها وهي الكفتة مكتوب برضو على الكفتة ان هي تتحط في الفرن لمدة 10 دقايق ده كان مكتوب عليها من وراء كده اهي 10 دقايق على فرن 180 فبرضو حضرتها وحطتها كل الحاجات دي هجهزها بحيس انها تكون موجودة في الفريزر نطلع الصبح على طول على اللانش بوكس ما نوعودش كل يوم نسوي يعني فدي من ضمن الافكار اللي جات في ناغي الاسبوع ده يعني بما اننا اول مرة هنعمل موضوع الغده ده فحطت الكفتة بالشكل ده وبرضو دخلتها الفرن بس هي اخدت تقريبا ربع ساعة هارش عليها كمان من زيت الزيتون ده كده هو مش مكتوب ان احنا نروش عليها حاجة بس انا رشيت عليها ايه تالت حاجة جاهزتها كانت افخاد الدجاج جبت ملح وفلفل وزيت زيتون وبصل وجبت البايريكس بتاي هغطيه بالورق الفويل وبرضو هحط في ايه ورق الزبدة ده اللي هلف بيه الافخاد الدجاج في الاخر علشان هسويها اه جواي يعني هسويها ملفوفة بورق الفويل وورق الزبدة فاول حاجة هبدأ فيها ان انا انضف الافخاد الدجاج بتاعتي فهحطها هحط معيها ملح وهحط معيها برضو شوية خل في ناس بتقول ان الطريقة بتاعة الخل دي غلط في تنظيف الفراخ بس انا بصراحة اعتمدها على طول يعني وكمان بنضفها بالطحينة وهحط عليها مية وهسيبها منقوعة شوية مينموم عشر دقايق في خلال عشر دقايق دول كانت طبعا نجات ستلعت بس اعيزة اريهالكوا قدقي حلوة جدا ومستوية وقرمشة من بره وطريه من جوا وكانت هيلة يعني احنا كلنا اقصى النص الكمية دي في اليوم ده يعني واحنا عادين كده اول متاهدة كده وتبرد هقوم حطها في الاكياز بتاعة ايكايا دي غسلت بقى الفراخ بتاعتي خلاص بعد ما انضفتها كويس هحط عليها ملح وهحط عليها فلفل وهحط عليه شوية زيت زيتون صغيرين. وبعدها هبشر البصل في الكبة الصغيرة دي. بحيس ان انا عايزة اسيبها برضو فترة في التدبيلة. آآ برضو تتشرب البصل ونكهة البصل كده والملح والفلفل. فبرضو هبشر كده البصل واحطهم عليهم. وهسيبها برضو آآ عشر دايق او ربا ساعة كده في التدبيلة. يعني عايز اقول لكم بقى ان الحاجات دي مش يعني مريحاني بشكل مش طبيعي ان انا خلصت كل الكلام ده. والحاجة دي موجودة وجهزة كده ان احنا ان شاء الله بكرة هنبدأ اول لانش بوكس حقيقي بقى ان احنا نحط فيه الغداء. فالموضوع فعلا مسهل علي الدنيا جدا. بصوا بعد بقى ما خلصت. يعني خلصت خدت كده وقتها شوية. حطتها جوة الصينية ودخلتها الفرن. قعدت تقريبا ساعة. طبعا الكفتة كانت طلعت. الكفتة قعدت تقريبا ربع ساعة. برضو هوريكو الكفتة عايز اقول لكم طعمها حلو جدا جدا. كانت مستوية جدا. وبصوا شكلها عامل ازاي. برضو كلنا منها واحنا قاعدين. بعدين حضرت الخضار انا عندي فلفل الوين وجزر وبروكلي والسباريجيس ده. والدورة الصغير. جبت الستيم باكز دي بتاعت حاجة كده اختراع يا جماعة. بصراحة يعني ريحتني جدا جدا. دي بتحطوا فيها الخضار وبتحطوا فيها برضو على فكرة اللحمة والفراخ والسمك والحاجات دي برضو وبدخلوه من الماكرويف. بس انا جايبها مينلي للخضار عشان اعملو الصبح على طول فيها خمسة وعشرين كيس. وبتستخدم طبعا مرة واحدة. لازم نكون سايبين حوالي تلاتة سنتي كده من فوق. آآ علشان يطلع الهوى عشان ما ينفجرش الكيس كوه المايكرويف يعني. آآ قلت اجربها غسلت شوية خضار كده وقلت اجربها في في الفيديو يعني. آآ احنا للوقت ده يعني انا قلت ان مش هعمل الخضار آآ واشيله او افرزه او كده. لأ. انا هعمل الخضار الصبح كل يوم لانه ما بياخدش وقته خالص بصراحة يعني. آآ يا دوب بس انكم مقطعين الخضار. آآ وهو كده كده كله متقطعين او كله صغير. اللي هي القطع الصغيرة دي. فمش محتاج ان انا خالص ان انا فرزه. وعشان يبقى فرش بصراحة. فدي كده بتبقى دقيقتين في في المايكرويف حاجة سريعة الصبح هنعملها وخلاص. وهجربها بكرا ان شاء الله برضو هقول لكم يعني التجربة في الفيديو اللي انا هنزله الصغير بتاع الفطار. لو فيها حاجة هقول لكم يعني. بس انا خرجت كتسخنة جدا. دراميتها بس انا كنتش قادرة مسكها. فهجبت بس الطبق ده عشان اواريكم شكلها. لكن عايز اقول لكم هي كانت فضيع. انا كلت انا ويحيا قصة الطبق ده كله كده واحنا عادين يعني نقناه كده. ففعلا فعلا الاكياس دي اختراع بمعنى كده. وعايز اقول لكم ان الاكياس اللي بيتحط فيها الفراغ دي اللي بتتشوي في الفرن. آآ برضو بتخش المايكرويف. هتلاقوا مكتوب عليها ان انتم ممكن تستخدموه في المايكرويف. فالاو المايكرويف دي مش موجودة عندكم في مصر او كده. بتقدروا تستخدمو اللي هي بتستخدم للفراخ واللحمة والحاجات دي في الفرن. هنا بقى كنت خرقت الصنية بتاعت افخد الدجاج. وهديها بس وشي. يعني هدخلها تاني الفرن. تاخد وشي بس من فوق. لان هي طبعا زي ما انتم شايفين بيده بس كتستوت. فدخلتها واخدت الوش كده اللي انتم شايفينه ده برضو هستنيها لحد ما تهدى خالص. وهقوم حطها في الاكياس دات ايكيا دي. انا بس ببوريكم انا عملت الكفتة بنفس الطريقة. وعملت برضو الناجتس بنفس الطريقة. وحطتهم في الفريزر خلاص. وكده بقوا مجاهزين. وعملت كمان الافخد بتاعت الفراغ دي بنفس الطريق. الحاجة اللي بعد كده اللي عملتها هتفهلي برضو موضوع الفطار هي اه البانكيك. انا جاي بخليط البانكيك ده اقولت لكم عليه مبارح في الفيديو بتاع المشتريات. اه ده بنحط عليه مية لحد الخط ده. اه او بنحط عليه لبن. انا قلت حط عليه لبن يبقى احسن. هو مكتوب ان احنا نحط تلتمية خمسة سبعين ميلي. اه بس انا حطيت ربعمية لان انا لما حطيت تلتمية خمسة سبعين كنت حاسة ان العجينة تقيلة كده ونشفة هان. فحطيت ربعمية ميلي من اللبن. ولازم نفضل نرجعها كويس جدا 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 تقريبا لمدة دقيقة او دقيقة او نص. جيت هنا على النار كده رشيت شوية زيت. وايه هبدأ بقى ان انا اعملها. اه برضو انا بعمل كده على النار. جي في دماغي فكرة برضو تانية. اه انا عندي وفل كده مش بستخدمها من زمان قوي وعايزة تتنظف وغريبة كده. قلت اجيبها اجربها ومش عايزة اقول لكم ايه الموضوع ده كان اختراع فعلا. يعني بعمل اكني بالزبط هي 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 البن كيك بس على شكل مربعات كده. انتم عارفين ان احنا بنأكل بالاشكال فكانت حلوة جدا ويحي حبها جدا جدا. فانا غالبا برضو يعني هو حب الاتنين بصراحة يعني حب اللي هي الدواير دي وحب اللي هي المربعات دي. بس انا ببسطة قوي ان هي ايه قدت شكل كده. اه طبعا البن كيك احنا عارفين بتفتوي ازاي. احنا مجرد بس ما بتعمل الفقاقيع دي او البابرز اللي بتطلع منها بنبدأ نقلبها وتكون استود. فبرضو الوافل ميكر دي بدأت اعمل تاني وبدأت ازود بقى الكمية عشان ما تكونش رفيعه فاتبقى نشفة. فعملتها اه تخينة شوية وبردو تلعت هيلة يعني مش عايزة اقول لكم كتا عاملة ازاي. اه دي كانت اخر حاجة انا عملتها وفرزتها وحطيتها برضو في اكياس اي كيو دخلتها الفريزر. وهي دي كانت الحاجات اللي انا عملتها في الفيديو او عملتها الياحية يعني لاخلال الاسبوع ده هنفتخدمها ان شاء الله. واشوفكم في الفيديو باي باي